هو فضاء استراحة بمنطقة ولد مفتاح على مستوى الطريق الرابط بين مدينة نظرومة وبلدية السواحلية بولاية تلمسان مشروع خيري هكذا أرادته الحاجة فاطمة لعابري السبيل رفقة جمع من المحسنين هذا أرض وليدنا الله يرحمه ويستعاليه والله يوصل لهم هذا الآجر الآجر شتير الله يوصل لهم يا وليدية أنا نهار لك صمنا الشهر الأول تحت عليها الفكرة جبت الآلك يسمون صاندج وعملت الحاسي وخرجت للطريق وعملت هذا الشيء في سبيل له الله ينفعنا وينفع الموتى جميع وليدينا وزواجنا والله يرحمك يا الحاجة قالي الله يرحمك يا رحمتي انتخل انتخلت في الخير وخليتني موراش راني جماتي انتم عاشراني موراش الله يرحمك ويرحم موته ويحم الجميع مشروع استراحة الحاجة فاطمة التي أشرفت عليه جمعية شفاء للأطفال بنضرمه هي توفر على كافة شروط الراحة خاصة للعائلات المارة عبر الطريق الولائي رقم 38 نحن نطلب من الناس يحافظوا على هذا المشروع نحن هذا هو الشيء اللي نطلبه نحن تعبنا ورب يوفقنا ومدى بنا هذا الشيء ما يمشيش باطل يحافظوا عليه هذا ما كان نتمنى نحن المشروع خور زيد من هذا ان شاء الله يا ربي يا سيدي يا محمد والله يحفظ الجامع والله يرفض علينا هذا المرط يا جامع يا عبيب هو عمل خيرية وصدقة جارية وجب المحافظة عليها